اشتركوا في القناة السيد وليد سامي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ولواء هشام الجندي مساعدي مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للنقل واللوجستيات صرح المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية ان اللقاء تناول مناقشة افاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ ابو ظبي لسيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ حيث اهرب السيد محمد الشمسي عن تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع مصر في ضوء العلاقات الاخوية شديدة التميز بين الدولتين والشعبين الشقيقين وفي ظل ما تتمتع به مصر من مقاومات فريدة تجعلها مركزا لوجستيا اقليميا وعالميا مسمنا ما شهدته الدولة في السنوات الماضية من تقدم سريع ومضطرد خاصة من ناحية توسيع وتحديث بنيتها الاساسية لتصبح ذات مستوى عالمي في مختلف القطاعات بما يحدث طفرة نوعية في قدرة مصر على استقبال الاستثمارات ودعم حركة التجارة الاقليمية والدولية اضف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس اكد في هذا الصدد اتزاز مصر بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الامارات الشقيقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات والحرص على مواصلة التعاون المثمري والبناء في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين المصري والاماراتي الشقيقين